في سياق آخر لفت وزير التعليم العالية الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق سيتم خلال ثلاثة أيام من انتهاء أعمال التنسيق ثم إعلان بدء المرحلة الثانية بذات اليوم وخلال تفقد مقر مكتب التنسيق المركزي بمقره الجديد بجامعة عين شمس اطمأن عبدالغفار على سير العمل بالمكاتب والقطاعات والقاعات المخصصة وكذلك اطمأن على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة كافة المترددين على مكتب التنسيق مشاددا على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للطلاب شايفيننا نحن جينا على تقديم للشهادات الأجنبية الشهادات العربية طلبة السنوية العامة وإحنا في قلب مرحلة الأولى للتنسيق اللي بدأت يوم السبت اللي فاتت إن شاء الله تنتهي يوم الأربع القادم بإذن الله ثم ثلاثة أيام بعدها يكون بنعلن نتيجة المرحلة الأولى وفي نفس اليوم بنعلن نتيجة أو بنعلن الحد الأدنى للمرحلة التانية والموعيد الخاصة بها يعني بنطمأن على يسر وسهولة التعامل مكتب التنسيق مع المواطنين ومع ابنان الطلاب اللي عنده سؤال احنا قلنا في أكثر من مرة احنا حتى الجامعات المصرية في كل المحافظات بتوفر فيها معامل الكمبيوتر علشان تقدر أنها أي طالب مش عارف أنه هو يخش على الموقع الإلكتروني أو يسجل رغباته أو عنده حتى حالة من العدم الوعي أو الإدراك فيه اللي هو عايز يحمله ويروح الجامعة وبناء على التعامل مع عضاية تدريس والهاية المعاونة جنب محافظته جنب قريته جنب بلده نقدر نحنا نساعده لحد من أطمئنه تماما أنه هو دخل الرغبات زي ما هو نفسه فيها هو اللي تقدم ما يقرب حتى الآن 120 ألف طالب من طلاب المرحلة اللي يقدر عددهم بحوالي 150 ألف ده أبعا ده عدد يعني ممتاز جدا أنه في خلال يومين يتقدم 120 ألف طالب ده دليل أن الحمد لله الأمور ميسرة لجميع أبنان الطلاب بس يعني أنا برضو نصيحة من خلال كلكم الطالب اللي أدنى مرغباته وعاوز يعدلها في خلال فترة المرحلة ممكن يعدلها خلال الخمس أيام دول لأن بعد انتهاء المرحلة وإلى النتجتها مفيش تعديل ترشيح للطالب تاني